بسم الآب والابن الروح القدس لنوحد آمين أحبائنا الكرام معنا اليوم حضرة صاحب النيافة سيدنا الأنبا فيلو باتير أسقف أبو كرقاس ويتوابعها بمحافظة المينيا يقدم لنا اليوم محاضرة هامة عن الرتب الملائكية وطعماتها وسيدنا الأنبا فيلو باتير بيشارك معنا في برنامج الإيمان للتوعية الأرثيزوكسية والوعي الأرثيزوكسي وحاضر معنا أتسونا بوليس حليم وهذا البرنامج تحت إشراف حر صاحب النيافة سيدنا الأنبا بن يمين مطران المنوفية ومقرر لجنة الإيمان والتعليم بنقدم شكرنا أيضا لحر صاحب النيافة سيدنا الأنبا أرمية القائم على قناة ميسات ودوره الرائد معنا في هذا المجال ويحضرنا اليوم يا أحبائي قول لي القديس معلمنا يحنى زهبي الفم بخصوص الملائكة فيقول أن الله هو كائن أزلي لا حاجة لديه وقد أبدع الملائكة رؤساء الملائكة والجواهر غير الجسدية جميعا بسبب صلاحه فقط النهاردة سيدنا الأنبا بالواتير والمتخصص في العلوم اللاهوتية والعقائدية على الأخص القانون الكنسي يحاضرنا في هذا اليوم أهلا بنيافتكم سيدنا أهلا بنيافتك بسم العاب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين كل الشكر لصاحب النيافة سيدنا الحبيب الأنبا مارتيروس كلمات المحبة التي لا استحقها وشكرا لوجوده وجود أبونا بوليس حليم شكرا لوجود شباب الأحباء كما أتقدم بكل الشكر إلى كل القائمين على خدمة هذا البرنامج الهام الذي يكون بعمل توعوي لشعبنا المبارك تباركت بوجودي في حلقة سابقة تكلمت فيها عن الملائكة ومعنى اسمهم والأدلة الكتابية على وجودهم في العهد القديم والجديد وتكلمت أيضا عن الألقاب التي لقبوا بها في كلمة الله وبعض الصفات التي ذكرتها أو استخرجناها من ما ذكر عنهم في كلمة الله وقلنا في الحلقة اللي فاتت أن كلمة الملائكة بتقال عن جميع التغمات السمائية لكن كلمة الله أفردت لنا أيضا بعض الرتب والتغمات السمائية وحملت أسماء متنوعة وكان لأسمائها دلالة خاصة لطبيعتهم أو لعملهم فابتدي بنعمة الله أتكلم عن الرتب والتغمات السمائية التي ذكرتها كلمة الله ابتدي أولا بالشاربيم والصيرفيم أو السيرفيم والشاربيم بداية السيرفيم لفظ السيرفيم لفظ عبري في صيغة الجمع وبييجي منها مفرد صاروف والكلمة بتعني أو بتشير إلى الحرارة والتواهج التواهج الروحي طبعا وفي ذلك يقول القديس ديونيسيوس الأريباغي أن اسم السيرفيم يدل بوضوح على ثورتهم المتواصلة ثورتهم طبعا يؤصد ثورتهم الروحية توهجهم الروحي والخالدة نحو المبادئ الإلهية وحرارتهم وحرصهم وحماسهم الشديد لكن وصفتهم بوضوح كلمة الله في صفر أشعية الأصحاح السادس على النحو الآتي بيقول أشعية في الصفر في الأصحاح السادس من العدد الأول إلى العدد السادس هذه الكلمات رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل الصيرفيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير وهذا نادى زاكا قائلا كدوس 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 كلمة قائلا مش مذكورة لكن أنا بشرح يعني رب الجنود مجده من كل الأرض من هذا النص بيدينا بعض المعرفة عن الصيرفيم وعن عملهم الأول أنهم ممتلؤون أجنحة عددها ستة لكل صرف عشان كده هو لما بيقول بإثنين يغطي وجهه بيتكلم عن كل صاروف على حدة بإثنين يغطي وجهه بإثنين يغطي رجليه طبعا أمام الجالس على العرش ويغطي وجهه من بهاء الجالس على العرش وبإثنين يطير فالصيرفيم بتعرف ذات الأجنحة الستة لكن عملهم الدائم بيقول هذا نادا زاكا كدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض وفي عبارة هذا نادا زاكا أحب أن أنا أوف على نقطة مهمة جدا أن منهجية التزبيح في كنيستنا القبطية الأرزوزوكسية والتي نقوم بها حتى اليوم دايما نلاقي في التزبيح معروف ربع بحري وربع إبلي ونلاقي خرسين أو واحد وخرس بيرد عليه ربع بحري وربع إبلي حتى الإبص المضيات بتاعتنا مقسمة أو معلمة الأرباع البحري والأرباع الإبلي المنهجية بطحة في عمل الصرافيم في التزبيح هذا نادا زاكا كأن واحد واحد بيرد ونجد نفس الوصف عند دخول السيد المسيح لأوروشاليم في متى 21 بيقول كده والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب أوصلنا في الأعالي ويتسمى هذا الأنتفون صوت مقابل صوت فالكنيسة اتخذت من عمل الصرافيم ومن حديث الدخول المسيح إلى أوروشاليم منهجية التزبيح أن صوت مقابل صوت يقدمون التزبيح لله فالعمل الأساسي للصرافيم هو التزبيح والمسول أمام الله إلا أنهم أيضا يكلفوا بخدمات إذا رأوا خدمة كلفوا بها من الله بالطبع لا يمتنون إيه الدليل على كده؟ هو أشعية نفسه بيقول إيه؟ في نفس الجزء كمالة الجزء اللي احنا قلناه من واحد لست فطار إلي واحد من الصرافيم وبيده قد أخذها بملقط من على المسبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيطك وبالتالي نقدر نفهم إن عمل الصرافيم الأساسي هو التزبيح الدائم لكن لا يمنع هذا أن يكلفوا بخدمة من الله ويقوموا بها الشاربيم ويعرفوا أيضا بالكاربيم يعني كلمة الشاربيم أو الكاربيم هم واحد وكلمة أيضا كلمة عبرية في صيغة الجم المفرد منها كاروب ويعني الكثير الأعين يعني كلمة شاربيم نفسها كلمة بتعني كثيرة الأعين وذكروا في عدة شواهد في صفر الخروج خمسة وعشرين العددين تمنتاشر وتسعتاشر لما الله أمر موسى أن يصنع كاروبين من الزهب على غطاء التابوت هما طبعا مش دول مش دول مش كاروبين حقيقيين لكن هو أمره أن يصنع رمز لوجود كاروبيم حقيقي فيصنع من الزهب على غطاء التابوت عشان كده يقول القديس بوليس في العبرانيين وفوقه فوق التابوت العه قروب المجد مظللين الغطاء بيقول عنهم القديس أنبا مقار أن ظهورهم مملوء عيونا وكذلك بطونهم مشحونة ومزدحمة بالعيون وليس فيهم أي جزء لم يكن مملوء عيونا والعيون طبعا بتدل على إيه على امتلاقهم بالمعرفة طبعا معروف عن القديس الأنبا مقار أنه صديق الشاروبين لزهورهم له ولما ظهروا هو اللي وصفهم بهذا الوصف في ملاحظة نعرفها قبل ما أتكلم عن وظيفة الشاروبين أنه الطغم اللي سقطت وأصبح الشيطان كان من هذه الردبة أو من هذه الطغمة ليه؟ لأنه بيقول أنت القروب في صفر حسقيال إصحح 28 عدد 13 أنت القروب المنبسط المظلل وأقمتك إلى آخره وبالتالي كان من ردبة الكاروبين وكان اسمه ساطنائيل التي تعني ظهر بنت الشب ثم سقط أما وظيفة الشاروبين أظهرت لنا كلمة الله أكثر من عمل لهم أولا معلمنا داود النبي بيقول يا جالسا على الكاروبين الشرك وبالتالي فلهم دور أنهم يحملون هم المركبة التي تحمل عرش الله لكن ظهر لهم أيضا دور آخر هو عمل الحراسة حينما تقول كلمة الله في سفر التكوين أقام أقام الله يعني شرقي جنة عدن الكاروبين ولهيب سيف متقلب لحراس الطريق شجرة الحياة هذا بالإضافة إلى اشتراك جميع التغمات السمائية زيما هنتكلم بعد كده عن إجمال وظيف الملائكة الطبيعي الوجود في حضرة الله يدبع معه طبيعيا بالتزبيح والصلاة والعبادة الدائمة ثلاثة الأربعة أحياء غير المتجسدين أو الأربعة حيوانات غير المتجسدين قال عنهم سفر الرؤية في الإصحاح الرابع العددين ستة وسبعة وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوئة عيونا من قدام ومن وراء بعدين بيوصفهم والحيوان الأول شبه أسد والحيوان الثاني شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مصد لوجه إنسان والحيوان الرابع شبه نصر طائم يعني الأربعة حيوانات غير المتجسدين كل واحد منهم يظهر بشبه طبعا هم بالكلمة في وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات في وسط العرش الله لكن هم مع الشاربين في خدمة الله يحملون العرش الإلهي ومستمرون أيضا في التسبيح لأنه ذكر عنهم سفر الرؤية أنهم يسبحون كدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي عشان كده قلت أنه أي عمل بالإضافة إلى عملهم فين في التسبيح والصلاة والعبادة المستمرة فيه أراء على شبه أو تجبيء أو أن لهم أجباه يعني شبه أسد شبه عجل شبه إنسان شبه نس كدوس يحن زابري الفم بيقول إيه أن الله منح لكل واحد من هؤلاء الملائكة شكلا من أشكال المخلوقات ليكون ذلك باعسا ومحركا لها في الطلب المتواطر إلى الله عما يحكيه شكلا وأن اختلف طبعا في المقام والطبيعة يعني عايز يقول إن اللي له شكل إنسان يطلب عن البشر اللي له شكل العجل يطلب عن الحيوانات الأليفة اللي هي حيوانات الزرع والحيوانات اللي ممكن نلاقيها في الأرض حوالينا والذي له شكل الأسد يطلب عن حيوانات البرية والغابة والذي له شكل النس يطلب عن الطيور بأنواع لكن بعض علماء اليهود اللاهوت متأسف بعض علماء اللاهوت يقولوا أنهم يعبرون كل منهم عن صفة من صفات الله الظاغرة بالأكثر فيقولوا أن الأسد يشير إلى قدرة الله وقوته والعجل يشير إلى عمله وصبره لأنه معروف أنه يعمل كثيرا والإنسان يشير إلى جود الله ومعرفته وعلمه والنصر يشير إلى جلال الله وحكمته العلي فقديس يحنى بيقول أن لهم أجباه علشان يكون باعث النمى يطلبه كل واحد من الحيوانات الأربعة يطلب عن من شبهه لكن علماء اللهود بيقولوا أنهم بيمثلوا أو بيظهروا لنا بهذه الأجباه صفات الله الظاهرة نحن نقول ولماذا لا يكون هذا وذلك أربعة القراسي والعروش أنا عايز أقول برضو أنه ذكر كثير في كلوسي الإصحاح الأول العدد 16 جمع كثير من هذه الطغمات لما بيقول فإنه فيه في المسيح خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى فبعدين يقول سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلطين الكراسي أو العروش سرونس وتسمى أيضاً المنابر الكثيرة القدس ووصفت كلمة الله أن هناك طغمة واحدة من الطغمات وصفها بأنها جالسة على العروش لما قال سفر الرؤية وحول العرش أربعة وعشرون عرشاً رأيت على العروش أربعة وعشرين قصيساً جالسين متسربلين بثياب بيط على رؤوسهم أكليل من زهب وتميزوا عن باقي الطغمات أو باقي الملائكة أنه أيضاً قالت عنهم كلمة الله في سفر الرؤية في وصهم أنهم بالحالة التي وصفوا عليها يحملون في أيديهم كيثارات وجامات من زهب مملوء بخوراً الذي هي صلوات القدسين ميزتهم ووصفتهم كلمة الله بعدة صفات لكل منها دلالة قالت عنهم جالسين إشارة إلى الاستقرار والقرامة ثم متسربلين بثياب بيط إشارة على نقاوتهم وقداستهم وطهارتهم ثم على رؤوسهم أكليل هذه الأكليل مصنوعة من زهب أكليل النصرة دايماً إكليل يرمز للنصرة حتى لما بنتسائل هو ليه العرسان في صلاة الإكليل وسمي الصلاة الإكليل والأب الأسقف أو الأب كان يقضى على رأسهم أكليل قالوا علشان أنهم غلبوا وانتصروا وحفظوا بتوليتهم فالأكليل دايماً بتدين إشارة إلى النصر ثم من زهب يشير الزهب إلى الغنى والجمال والنقاء فلهم وصف خاص في كلمة الله لهم قرامة خاصة وفي دلالات على نقائهم ونصرتهم وغناهم وجمالهم أما عملهم فطبعاً زي ما احنا قلنا التزبيح وبيقول يخرون يعني يسجدون عبادتهم الدائمة إلى الله لكن أيضاً يقول عنهم يقدمون البخور من المجامر التي في أيديهم وهنا إشارة وإفادة إلى الشفاعة التي نؤمن بها وهي صلوات القديسين التي تصعد إلى الله بيكمل ده الكلمة المترجمة بريزفيتيروس الـ 24 قصيص مترجمة بريزفيتيروس وكلمة بريزفيتيروس التوسع أو الشفاعة أو الوسيط تحمل معنى العمل الكهنوتي بصفة عامة لذلك أدركت الكنيسة سموه هذه الطغمة وكأنها طغمة سمائية كهنوتية ورتبت لهم الكنيسة عيداً تسكارياً في الـ 24 من هاتور كما رتبت لهم الصلوات الكنسية زكسولوجية خاصة بالـ 24 قصيص خمسة السيادات السيادات هي نفسها الأرباب وإحنا بنصليها في الأداس في بداية الأنفرة في الأجزاء التالية من مستحق وعادل بنذكر هذه الطغمات التي تسبح الله وتقف أمام العرض السيادات أو الأرباب وكلمة سيد وكلمة رب نفس المعنى كيريه كلمة سيد أو كلمة رب وذكرت أيضاً في كلوسي الأول وإسمهم متخذ من السمو أيضاً في القرامة وبيقول عنهم ديونيسيوس الأريباغي أعتقد أن اللقب المعطى لهم الأرباب والسيادات دلالة الارتفاع والتحرر من الأرضيات ومن الأهواء ثم ستة الصلاطين والتي تترجم في اليونانية وفي الكبطية أيضاً إكسوسية لكذا نسمحها برضو في الجزء نفسه اللي أشرت ليه في الأدسات إكسوسية من الرتب السمائية دائمة التزبيح أمام الله التي خلقها الله كلمة الصلاطين إكسوسية مأخوذة من تعبير حسن الانتظام وذكر أيضاً في كلوسي الأصحاح الأول العدد ستاشر فيقول لكي نفس اللي احنا قلناه في خلقة الله لكن بيجي في رسالته أيضاً إلى قفص القديس بوليس الرسول الأصحاح الثالث والعدد العاشر لكي يعرف الآن عند الرؤساء والصلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله ثم سبعة الرئاسات الرئاسات أرشي رئيس ذكر في الكتاب المقدس في الأساس عدد الملائكة عبر عنه أو قيل أنهم ألوف ألوف وربوات ربوات لكن ذكر عن هناك رؤساء وعددهم سبعة وعندنا أكثر من إشارة في كلمة الله بتوضح أن رؤساء الملائكة سبعة بيقول في سفر الرؤية الأصحاح الرابع وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله لكن عرف طبيا نفسه عرف الملاك رفائيل نفسه في سفر طبيا فبيقول فإني أنا رفائيل الملاك أحد السبعة الواقفين أمام الرب في سفر طبيا الأصحاح 12 العدد 15 والتعبير اللي قيل في سفر دانيال عن ميخايل الإصحاح العاشر العدد 13 يقول هو ذا ميخايل واحد من الرؤساء الأولين فده بيدينا معرفة أن في رؤساء آخرين لما يقول ميخايل واحد من الرؤساء الأولين ذكرت كلمة الله صراحة باللفظ ثلاثة من رؤساء الملاك أولهم ميخايل وسنيهم غبريال أو جبرايل وسالثهم رفائيل ثم نستمر بعد ذلك في معرفة ما ذكره التقليد الكنسي وورد في تقوس الكنيسة عن باقي رؤساء الملائكة السبعة أول الرؤساء الملائكة هو ميخايل وميخايل كلمة بتعني من مثل الله وزي ما احنا قلنا ذكره ورد في دانيال الإصحاح العاشر هو وزى ميخايل واحد من الرؤساء الأولين وذكر أيضا في صفر دانيال الإصحاح الثناشر ميخايل الرئيس العظيم القائم لبني شعب علشان كده احنا بنعرف أنه في رؤساء الملائكة لكن واضح من كلمة الله أن ميخايل متقدم عشان كده قيل عنه الرئيس العظيم عشان كده الكنيسة لما بترتب في الترتيب في الملائكة ورؤساء الملائكة تبتدي بميخايل وفي الزكسولوجية الخاصة تقول ميخايل هو الأول ميخايل الرئيس العظيم القائم لبني شعب وبيذكر عنه العهد الجديد في صفر رسالة يهوزة العدد التاسع وأما ميخايل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر أن يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب فأول الرئيساء هو ميخايل وقال عنه في صفر الرؤية أن ملائكته ميخايل وملائكته حاربوا التنين يعني ميخايل كرئيس والملائكة الذين تحت رئاسته في ردبتهم حاربوا التنين اللي هو طبعا بيشربه إلى الشطان كما ذكر أيضا ميخايل في التقليد الكنسي أنه هو الملاك الذي ضحرج الحجر وجلس عليه على من فم القبر عند قيامة الرب يسوع المسيح لكن بنؤمن أيضا أن ميخايل الواقف أمام الله يشفع عن البشر وعن المياه والأهوية والزروع وترتب له الكنيسة أكثر من عيد العيد 12 هطور وعيد 12 بقونة ثم له وعيد كل يوم 12 من الشهر القبط يعني كأننا بنحتفل بالملاك ميخايل 12 مرة في السنة لكن العيدين دول العياد الرئيسية له لكن بنحتفل به في الكنيسة كل شهر قبط يوم 12 الثاني في الرؤساء هو غبريال أو جبرايل والكلمة تعني جبرأوت الله أو قوة الله وعرف غبريال أو جبرايل بعمل البشارة عشان كده يقال عنه ملاك البشار من العيد القديم ظهر لدنيال النبي وفسر له الرؤية التي لم يفهمها دنيال سمعت صوت إنسان بين أولاية فنادى وقال يا جبرايل فاهم هذا الرجل الرؤية لكن في العهد الجديد ظهر عمله واضحا في البشار فهو الذي بشر زكريا بميلاد يحنى المعمدان وهو الذي بشر العذراء أيضا بالحبل بالسيد المسيح له كل المجد وتعيد له الكنيسة عدة أعياد 13 هدور 22 كيه و30 برمهات كما تعيد له في 26 باونة تكريس كنيسة الملاك غبريال أو جبرايل الرئيس الثالث هو رافائيل وكلمة رافائيل تعني رأفة الله وشفاء الله ويعرف ويدعى بالملاك مفرح القلوب قال هو عن نفسه في سفر طبيا أنا رفائيل الملاك أحد السبع الواقفين أمام الرب طبعا كان له دور واضح في سفر طبيا وفي عمله مع طبيا في رحلته وفي وصفه للشفاء ووصف له ما أنجح زواجه كما ذكر سفر طبيا وتعيد له الكنيسة اليوم الثالث من الشهر الصغير شهر النسي بعد الثلث رؤساء ميخايل وغبريال ورفائيل التقليد الكنيسي ينقل لنا أسماء الأربعة الآخرين الأربعة رؤساء الآخرين سوريال وصداقي إيل وصراسي إيل وأناني إيل ويذكر في زكسولوجيات الملائكة لكن يذكر التقليد عن سوريال أنه الملاك المبوق يعني هو كلمة سوريال كلمة بتاعني الله صخرطي لكن لما مثلا بيقول في كورونسوس الأولى الإصحاح 15 في لحظة في طرف عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم الفساد ونحن نتغير التقليد الكنيسي بيحمل لنا إشارة أن سوريال هو الملاك المبوق كلما ذكرت كلمة الله عن ملاك استخدم الأبواك حتى في سفر الرؤية التقليد يقول أن سوريال هو الملاك المبوق لكن لم يذكر ذلك صراحة في الكتاب المقد نقدر نقول من خلال حديثنا عن التغمات والرتب السمائية السابق الحديث عنها أن للملائكة أولا عمل التزبيح والسجود والعبادة المتواصل أمام الله لكن كان لهم أيضا أعمال أخرى في خدمة المسيح خلال تجسده وذلك ظهر في البشرات الخاصة بميلاده في التجربة أثناء بعد التجربة جاءت ملائكة لتخدمه في بستان جثيماني ظهر له ملاك من السماء ليقويه وفي القيامة ضحرج الحجر وبشر النسوة وكان لهم ولملائكة أيضا دور في المجيء الثاني مع المسيح متجاء مع ملائكته القديسين ولهم أيضا عمل الحصاد في المجيء الثاني العمل الثالث للملائكة وخدمة البشر أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرسوا الخلاص وذكرت كلمة الله عنهم في المزمين ملاك الرب حال حول خائفه وينجيهم كما ذكرت عنهم كلمة الله في سفر أشعية في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته قلصهم أختم بمكانة الملائكة العظيمة في الكنيسة أدركت الكنيسة عظمة الملائكة ووضح ذلك في التسبيح والتماجيد والصلوات الكنائسية في تقوصها المختلفة فيأتي الملائكة مباشرة بعد العزراء فالعزراء له الردبة والمكان الأولى وكما نؤمن ونقول أنها سمت وارتفعت على السمائيين والأرضيين العزراء الثيوتوكوس والدة الإله فالعزراء هي الأولى بين السمائيين والأرضيين ثم الملائكة فيأتي ترتيبهم تاليا للعزراء وقبل أول البشر بعد العزراء يحنى المعمدان يعني العزراء ثم الملائكة والتغمات السمائية بصفة عامة ثم يحنى المعمدان إلى آخره في الترتيب الكنيسي لكن أيضا الكنيسة حينما تطلب صلاة الملائكة تستخدم لفظ أكثر دلالة على قوة صلاتهم وهي الشفاعة بريزفية في لفظين بتستخدمهم الكنيسة حتى في لحن الهتنيات اللي بنسمعه في الأداس نقول العزراء هي تن بريزفية شفاعة العزراء والملائكة جميعا هي تن بريزفية تني أرشي أنجيلوس اسقواب ويحنى المعمدان فقط من بين البشر بعد العزراء نطلب حينما نطلب صلواته نستخدم اللفظ بريزفية وما عدا ذلك نستخدم كلمة إفشي إفشي بتعني طلبة وصلاة لكن بريزفية بتحمل معنى أكثر كربا ودالة وهو الشفاعة وده طبيعي لإيمانهم بوجودهم المتواصل وقربهم من العرش الإلهي لكن أنا عايز أقول من كلمة الله أن الكنيسة إيمانها بالشفاعة وشفاعة الملائكة وهو موضوع حديثنا له دلالات كتابية قوية فيقول الملاك رفائيل طبيع في صفر طبيع أنك حين كنت تصلي بدموع وتدفن الموت وتترك طعامك وتخبئ الموت في بيتك نهارا وتدفنهم ليلا كنت أنا أرفع صوتك إلى الرب ثم يذكر لنا سفر زكريا إشارة أخرى لشفاعتهم حينما يقول فأجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود إلى متى أنت لا ترحم أوروشاليم ومدن يهوزة التي غضبت عليها هذه السبعين سنة يعني بيطلبوا رحمة من أجل أوروشاليم ومدن يهوزة ثم بيذكر في سفر الرؤية المجامر والبخور الصاعد من مجامر الأربعة وعشرين قصيسا التي هي صلوات القدسين لذلك كان الكنيسة الحق حينما يرصخ ويستقر في إيمانها الإيمان بشفاعة الملائكة وهي تطلب ذلك في صلواتها بل أن الكنيسة في ختام أقدس صلواتها وهو القداس يرفع الكائن يديه بالماء ويقول يا ملاك هذه الزبيحة الصاعد إلى العلو بهذه التزبحة أشكرنا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيئنا أختم أيضا بأنه يجوز أن تكون الملائكة قدوة لنا نحن في تعليمنا الكنسي نقول أننا نطلب شفاعة القديسين ونؤمن بها وبقوتها لكن أيضا الكتاب يطالبنا أن ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم هذا عن القديسين نهاية سيرتهم حينما انتهت حياتهم على الأرض لكن هل يجوز أن نتخذ الملائكة قدوة؟ نعم فعمل الملائكة في الصلاة والتجبيح قدوة عمل الملائكة في خدمة الله قدوة عمل الملائكة في الخضوع والطاعة لأوامر الله قدوة وعمل الملائكة في خدمة البشر العتدين أن يرسوا الخلاص هو قدوة وصلاة وشفاعة الملائكة عن البشر وعن الأهوية وعن الزروع إلى آخره هي قدوة أن نطلب نحن أيضا في الختام نطلب جميعا شفاعة وصلوات الملائكة والتغمات السمائية لأنه له كل المجل والقرامة في كنيسة الآن وكل أوهان وإلى الأبد أمين السلام يا سيدنا كان عندي سؤال هو نفتك قلت أن الملائكة في المجيء الثاني ليهم عمل كعمل الحصاد ممكن بس نوضح أكتر عملهم إيه في المجيء الثاني؟ تمام هو ذكرت كلمة الله عن الملائكة في المجيء الثاني أولهم أنهم متاجاء مع ملائكته القديسين لكن العمل اللي قالته كلمة الله في الإنجيل القديس مدت الأصحاح 13 أنهم يقوموا بعمل الحصاد والحصاد يعني الفرز لما يجي واحد يحصد الأرض فيقوله من ضمن العمل اللي بتاعه بيحصد الزرع الجيد وبيرمي الرضي فقالت كلمة الله عن الملائكة في عملهم في المجيء الثاني هكذا يكون في انقضاء العالم يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار لكن برضو لازم أقول أن الآب قد أعطى كل الدينونة للإب بمعنى أن الملائكة لن يحكموا الحكم والدينونة لله لكن يقوم الملائكة بأمر إلهي كأنهم يقومون بعمل بالأمر الإلهي أنهم يفرزوا الأبرار عن الأشرار في الدينونة سلام يا سيدنا أنا اسمي مريم مجدي كان عندي سؤال ربنا دايما بيشوف الملائكة في السماء ليه إحنا ما عندناش السلطة أن إحنا نشوف الملائكة وهل الكدسين في السماء بيشوفوا كمان الملائكة ولا لا طيب وطبعا إحنا في حدود جسدنا البشري الذي يغضع لعمل الحواس نرى بالعين ما هو مرئي لكن نرى بالإيمان كل ما هو غير مرئي والسيد المسيح له المجد طوب ذلك بالأقصر يعني بعد القيامة وشك تومة المسيح طوب من يؤمن وهو لا يرى وكأن المسيح يعطي بالأقصر التوبة لنا إذ نؤمن من غير ما نرى بحواسنا الظاهرات طبيعي إن اللي أنا هشوفه أؤمن به لكن قوة إيماني إن أنا أرى بالإيمان ما لا أدركه بالحواس هذا نال التوبة من المسيح نفسه فأنا أعتبرها أنها توبة للإنسان أنه يؤمن بالله ويراه بعين الإيمان ويؤمن بالقديسين ويراه بعين الإيمان ويؤمن بالملائكة والطغمات السمائية ويراه بعين الإيمان دون أن يدركهم بالحواس أما القديسين في السماء طبعا بلا شك بيروا الملائكة وكل القوات السمائية لكن ده يتحقق إمتى في القيامة يتحقق بالأكثر وبشكل كامل كما وصفه سفر الرؤية بعد القيامة والمجيء الثاني السلام يا سيدنا اسمي ميري أكرم عندي سؤال القديسين هيدنونا زي ما ربنا هيدننا فالملائكة كمان هيدنونا ولا لا أنا بس عايز أصلى حاجة بسيطة القديسين مش هيدنونا زي ما ربنا هيدن لا الآب قد أعطى كل الدينون للإبن ونقدر نفهم أن الذين سيدينون أو القديسين يدينون بأعمالهم وبسيرتهم أنهم آمنوا وتبعوا وعاشوا الوصية خلافا لمن لم يعيش حياتهم لكن مش هيدينوا زي ما ربنا هيدن الملائكة يدين الإنسان لو اتخذناها بنفس المعنى ومن نفس المنظور أن نعملهم الدائم في السماء وتعطهم الدائم لله الفاعلين أمره حين سمع صوته بلا شك قد يكون دينون لكل من خالف لكل من تقاعص لكل من رفض الصلاة لكل من لم يعيش ويفهم ويحيا التسبيح أكيد يكون أيضا لهم دينون بهذا المنظور سلامي سيدنا أنا اسمي سيمون عادل ربنا بيحب الإنسان حتى أنه نزل فداه وخلوه على صورته هل ربنا بيحب الملائكة زي ما يحب الإنسان ولا في فرق بنا هي نقدر نفهم أنه محبة الله الفائقة كانت للإنسان بالأكثر طبعا محبة الله غير محدود وبيحب كل خليقته لكن زي ما بنقول تاج الخليقة هو الإنسان والدليل على كده أنه بيرسل الملائكة لخدمة الإنسان وأنه خلق الملائكة قبل الإنسان وكل الخليقة خلقها وكأنه خلق الإنسان بعد أن أعدى له كل شيء يحتاجه أما عن الفداء الملائكة الذين سقطوا لا فداء لهم لأن طبيعتهم كتفسدت من زواتهم أما الإنسان أغوي وسقط فالمسيح افتداه ده الفرق بين الاثنين سلام يا سيدنا اسمي جرجس مجدي كان سؤالي بخصوص هل عدد الملائكة كبير بالدرجة تحصى ولو كان كبير فليه الغرض من وجود هذا العدد ومدام الملائكة قدر يعمل أعمال كتير قوي تمام وطبعا عدد الملائكة احنا ما نقدرش نعرفه لكن غير محدود لا محدود وخلق بعدد ولا يتناسل عبر عنه الكتاب ألوف ألوف وربوات ربوات عددهم لا يزيد ولا ينقص بعد سكوة الملائكة الساقط لكن لا يزيد لأنهم لا يتناسلون عددهم كما هما وبقين لا ينقص لأنهم خالدون أعمالهم كثيرة جدا طبعا لأن عبر عنها الكتاب أنهم مكتدرين قوة عشان كده للملائكة أعمال لا يمكن للإنسان أن يعملها ليه عددهم كتير أنه الله في صلاحه خلق قائنات أنعم عليها بصلاحه خارج ذاته من محباته وطبعا عمشان نقدر ندرك حكمة الله في كل شيء عشان نقدر ليه الله خلق كل الكائنات السماوية ليه خلق الرتب ده كلمة الله أوضحت أعمال مختلفة له لكن كمال حكمة الله محدش يقدر يدركه وخاصة أن كلمة الله لم تعلن كل شيء عن الكائنات السماوية وعن كل عملهم لكن عرفتنا ما أراد الله أن نعرفه سلام يا سيدنا أنا اسمي مرنة كنت عايزة أعرف إيه السبه بين خدمة الملائكة وخدمة البصر الشباب أنا قلت في القلمة أن الملائكة ممكن أن يكونوا قدوة نعم يمكن أن يكونوا قدوة لأنهم قدوة في خدمة الله وقدوة في خدمة البشر لكن الفرق مختلف لأكتر من سبب الكتاب عبر عنهم ملائكته المكتدرين قوة اثنين طبيعة الملائكة أن تتحرك ويرسل الله في أي مكان ولا ترى فنجد الملائكة مثلا فتحت باب السجن بعمل إله معجزي الملائكة ملاك واحد قتل 185 ألف من جيش سنحريب ملاك نزل وسد أفواء الأسود فالملائكة تكلف بخدمة تتناسب مع طبيعتهم ومع كونهم مكتدرينكو لكن الإنسان يقدر يخدم في حدود إمكانياته وقدرته لكن أيضا من نبع طاعته وخدوعه ومحبته لله وللإنسان أخوه خليقة الله السلام سيد السلام اسمي سندي أشرف هو إحنا عندنا ملايين من البشر فهو فيه كده عند الملائكة ملايين من الملائكة هو زي ما أنا قلت هو العدد عبر عنه الكتاب ألوف ألوف وربوات ربوات ألوف ألوف يعني أنهم ملايين أنا طبعا مش أقدر أقول لأن كلمة الله عبرت بدا ألوف ألوف وربوات ربوات لكن برضو أرجع وأقول هم عدد كثير جدا لأن الكتاب لما يقول ألوف ألوف وربوات ربوات فالربوات دي عشرات ألوف يبقى عدد كبير جدا وملايين وارد لكن برضو بأكد أن عدد الملائكة لا يزيد لأنهم لا يتناسلون محدودين لأنهم كائنات محدودة غير المحدود في طبيعته والله لكن يسمح للملائكة بطبيعة جوهرهم أنهم جسد شفاف روحاني أن ينتقلوا من أي مكان لمكان لكن يوجد الملائكة في مكان واحد سلام يا سيدنا أنا اسمي كرولوس هاني أهلا يا سلام هو ليه الملائكة خلق من النار وليه ما تنفقش فيه ناس متلحزة للإنسان تمام هو تعبير الملائك خلق من النار تعبير غير كتابي لكن عبر الكتاب عن جوهرهم أنهم لهيب نار عبر الكتاب عن طبيعتهم خلقوا في طبيعتهم لهيب نار لكن مش خلقهم من النار ده تعبير غير صحيح وغير كتابي خلقهم ليه غير الإنسان؟ الله زي ما أنا قلت قبل كده أنه من محبة الله للإنسان أنه نفخ فيه من روحه فصار الإنسان نفسا حيا وخلق الإنسان بعمل لكن خلق الملائك بكلمة الخلق طبعا طريقة الخلقة كانت تختلف من الملائك للإنسان للطبيعة والجوهر اللي هيكون عليه الملائكة يختلف عن الطبيعة والجوهر اللي هيكون عليه الإنسان طبيعة وجوهر الملائكة جسد شفاف ليس من التراب الأرض أما الإنسان فكان جسده ومازال جسداً مادياً زي أجسدنا مخلوقة من الطراب عشان كده إلى الطراب يعود في النهاية شكر واجب إلى المراجع اللي أخذت منها هذه المادة العميقة والشيقة فبتوجه بالشكر إلى بعض كتابات مسلس الرحمات الأنبى غرغوريوس وشكر خاص إلى الأب الراهب الكمس بن يمين المحرقي في كتاب ودراسات في علم اللهوط النظري الجزء الثاني التغمات السمائية وأنا بذكر المرجع علشان أولاً أشكره في تعبه في إعداد مادة هذا الكتاب الذي كانت مرجع أساسي لهذه المحاضرات وأذكر ذلك أيضاً لإمكانية الاستفادة بشكل أكبر بالرجوع إلى هذه المراجع الله يستخدم كل خدامه لمجد اسمه الكدوس لإلهنا كل المجد إلى الأبد أمين رحلة ممتعة وشيقة جداً عن الملائكة أخذنا فيها نيافة الأنبى فلوباتير وطوى فيها صفحات الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة وأقوال الأباء والحياة الكنسية شرح لنا فيها طبيعة الملائكة وصفاتهم ووجودهم وعدادهم ورتبهم والحقيقة رحلة شيقة جداً استنارت عقلنا يا سيدنا بالموضوع الجميل ده وبالشرح الوافي المفصل ده تشكرك يا سيدنا أمتعتنا وفرحتنا بالموضوع الجميل ده نشكر شباب كنيسة مريجرجس الأدلي على حضوره معنا النهاردة وعلى أسئلتهم الحلوة دي خالص وعلى التفاعل الجميل اللي عملوا النهاردة أعزائي مشاهدين نلتقي الاتنين القادم بنعمة ربنا بحلقة جديدة في برنامج الوعي الإيماني وموضوع جديد ومتكلم جديد نشكركم على حسن استماعكم إلى أن نلقاكم بخير دمتم بخير موسيقى